متظاهري محافظات الوسط والجنوب رفعوا خلال الفترة الأخيرة سقف مطالبهم مطالبين بإقالة أعضاء مجالس المحافظات وتقديم مسؤولين فاسدين إلى القضاء بعدما كانت مطالبهم تقتصر على توفير الكهرباء والخدمات وفرص العمل العشرات من المتظاهرين خرجوا في منطقة عفك شرق محافظة الديوانية للمطالبة بإقالة قائم مقام المنطقة من منصبه حيث أفاد مسؤول تنسيقية التظاهر محمد حمزاوي إن هناك مطالب كثيرة لأهالي المنطقة أهمها متعلق بالخدمات وإقالة قائم مقام المنطقة حمزاوي أضاف بأنهم سيعاودون التجمع في حال عدم تلبية مطالبهم بعد تسليمهم إلى قائمة مقامية المنطقة كما تظاهر أهالي منطقة الشامية غرب الديوانية أمام مبنى المجلس البلدي وطالبوا بإقالة قائم مقام القضاء من منصبه وقال عدو تنسيقية التظاهر في الشامية حيدر عبد الحسين إن أهالي المنطقة انطلقوا بتظاهرة تطالب بإقالة القائم مقام والإسراع في تنفيذ المشروعات المتلكئة في القضاء وإنشاء مشروع تحلية المياه وإكمال مشروع المجاري ورصف الشوارع فيما أعلنت تنسيقية التظاهر أمام حقل غرب القرن 2 في ناحية عز الدين سليم انسحاب المتظاهرين من أمام الحقل والإعلان عن انطلاق تظاهرة جديدة اليوم وفي محافظة المثنى أعلن المتظاهرون تأجيل انطلاق الحركة الاحتجاجية إلى يوم الثلاثة وقرروا أن تكون وجهة انطلاقها من ساحة الاحتفالات في اتجاه مبنى مجلس المحافظة حيث من المقرر أن يعقد المجلس جلسته الاعتيادية